كارم هذه نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من العراقية الإخبارية أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على العناصر المتورطة بتعذيب أحد المواطنين وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللي واسعد معنا في اتصال هاتفي في إحدى نشرات العراقية الإخبارية إن هؤلاء العناصر سيتم محاسبتهم وفق القوانين النافذة مؤكدا عزم القائد العام للقوات المسلحة إعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون تم القاعد القبض على الفاعلين الرئيسين في هذه الحادثة المؤلمة أنا أتكلم معك من مقر وكافح إجرام بغداد في وكالة شؤون الشرطة المتابعة الشخصية المستمرة أولا بأولا للسيد وزير الداخلية لهذا الموضوع وتوجيهات السيد القادر العام للقوات المسلحة الآن تم القاعد القبض على الفاعلين الرئيسين ولا زالت أيضا الجهود مستمرة للقبض على المتورطين الباقين جهود كبيرة بزلت من قبل طريق العمل من خلال مدير مقارحة الإجرام والضباط والمتسمين الذين معه أيضا الأخ وكال شؤون الشرطة وكما قلت لك السيد وزير الداخلية أولا بأول يتابع هذا الموضوع وتنفيذ أيضا لتوجهات السيد القائد العام للقوات المسلحة وزارة الداخلية حسرا هي من تقوم بهذا العمل هذا وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة ويعادت النظر بهذا التشكيل وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه تمت المباشرة بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وأضافت أنه بعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية إلى أن الشخص الذي ظهر في الفيديو وقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي التحقيق مبينة أن حادث الاعتداء من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرين يوما من تاريخ توقيفه أعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إهانة المتظاهرين انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية وجاء في بيان صادر عنها أن المفوضية تعرب عن استهجانها لتصرفات بعض القوات الأمنية وفي مقدمتها قوات حفظ القانون بالتمادي في انتهاك حقوق المواطن وإمعانها في استخدام العنف اللفظي والتعديب الجسد المهين الذي يحط من كرامة المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق وطلبت المفوضية بعدم التسويف والمماطلة وتحمل المسئولية بالكشف عن منتسبيها المنتهكين لحق التظاهر وكرامة المواطن وتقديمهم للقضاء مرة أخرى تقفز حالات الشفاء فوق الإصابات في الموقف الوباء اليومي حيث أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل 2611 حالة شفاء بفيروس كورونا وذكر بيان للوزارة أنه تم فحص أكثر من 14 ألف نموذج في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم حيث بلغت الإصابات الجديدة 2447 حالة أما عدد الوفيات فبلغ 63 حالة وأعلنت الوزارة تسجيل دائرة صحة الرصاف أعلى نسبة شفاء منذ ظهور الوباء في البلاد باكتساب 617 حالة شفاء من هذا الفيروس قررت خلية الأزمة في محافظة كربلاء المقدسة تمديد غلق المحافظة أمام الوافدين حتى الثالث عشر من شهر محرم الحرام رئيس الخلية محافظ كربلاء صيف الخطابي قال إن خلية الأزمة استندت في قرارها إلى دعوة المرجعية الدينية العليا بالمحافظة على أرواح المواطنين وسلامتهم لا سيما مع تصاعد وطيرة الإصابات بفيروس كورونا راح توضع خطة مشتركة راح تشارك بيها العتبات المقدسة وراح تشارك بيها المعنيين في محافظة كربلاء في الهيات والمواكب خطة تتماشى هذه الخطة مع توجيهات المرجعية الدين العليا ومع صحة الناس ومع توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ممنوع منع عن باتن دخول أي مواطن من خارج كربلاء المقدسة ويطبق عليه القانون تبدأ هذه الخطة من واحد محرم إلى نهاية محرم إن شاء الله بالنسبة لأننا عدنا إجراءات قانونية والقانون لا يسمح لأي شخص كان أن يكون ما يطبق القانون هو حضر التجواء فلقبوا لعدم التوجه إلى هذه المدينة لأنه أحلى غلقنا السيطرات الخارجية وغلقنا كل الطرق النيسمية وما راح يتوجه إلا فقط حضر السكن في محافظة كربلاء بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا فرضت خلية الأزمة في بابل حظرا شامل للتجوال وقال مراسل الإخبارية إن خلية الأزمة أصدرت قرارا يقضي بفرض حظر التجوال الشامل بناء على طلب من دائرة الصحف المحافظة التي أكدت عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية وزيادة عدد الإصابات وأضاف أن الحظر يستثني فقط الملاكات الصحية والبلدية وعجلات نقل الفواكه والخضر وليستثني الصحفيين إلا بموافقات مسبقة من خلية الأزمة مبينا أن الحظر شمل العيادات الطبية أيضا فيما استثنى الصيدريات ومتابعة لتطورات الموقف الوبائي في بابل وقرارات خلية الأزمة تنضم معنا من هناك مراسلة العراقية الإخبارية الزميلة إيمان محمد إيمان مساء الخير في ظل ارتفاع الإصابات في بابل خلية الأزمة أصدرت مجموعة من القرارات هل لنا بتفصيل لهذه القرارات أهم هذه القرارات التي تتخذت من خلية الأزمة تفضلي إيمان نعم دعني أولا أضعك في آخر حصيلة للإصابات في محافظة بابل وكانت اليوم حيث سجلت المحافظة 211 إصابة وبذلك يكون العدد التراكم للإصابات قد بلغ 6413 إصابة فيما سجلت المحافظة 165 حالة شفاء وبذلك يكون العدد التراكم لحالات شفاء أربعمية عذرا أربعة آلاف وأربعمية يوجد اليوم في محافظة بابل 1995 حالة مؤكدة نشطة خاضعة للعلاج أغلبها في الدور علما أنه هذا الرقم الذي ذكرت قبل قليل للحالات النشطة هذا ليس هو الرقم المؤكد لأنه هو لا ربما أكثر من هذا الرقم وذلك بسبب هناك الكثير من المواطنين بدأوا يراجعون العيادات الخاصة وبدأوا يقومون بإجراء المفراش ويذهبون لدورهم لتلقي العلاج والحجر في دورهم دون المرور بالمؤسسة الصحية يعني حقيقة هو عدد الإصابات أكثر من هذا هذا الأمر دعا خلية الأزمة وتحديدا رئيس صحة بابل للمناشدة بضرورة أن يكون هناك حظر كامل للتجوال للعجلات والراجلة لأنه اليوم قبل قليل وكنت أنا في لقاء مع رئيس صحة بابل أكد لي سوء الوضع الصحي في المحافظة هذا الوضع الصحي الذي هو قد يتجاوز إمكانيات المؤسسة الصحية في المحافظة يعني المحافظة لا تمتلك هكذا يعني إمكانيات لتستوعب كل هذا العدد من الإصابات بفيروس كورونا أيضا اليوم تحدث رئيس صحة بابل عن موضوع أنه هناك حالات وفيات تأتي إلى المشفى هم مصابين بكورونا وهؤلاء أصلا لم يمروا بالمؤسسة الصحية في المحافظة طيب هذا الأمر حقيقي أثار مخاوف رئيس الصحة وناشد بضرورة الالتزام حتى طالب المواطنين بتوسل بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية بل زاد عليها بضرورة عدم الخروج من المنزل لأي سبب كان قبل قليل أنا كنت في اتصال أيضا مع الأجهزة الأمنية لمتابعة الموضوع لمعرفة آخر المستجدات في فرض حظر التجوال الكل المشدد الذي أشار إليه رئيس الصحة أخبروني بأنهم يتبعون الإجراءات المعتادة وفق القانون فيما يتعلق بالراجلة يبدو أن الموضوع الآن مرتبط بالمواطن وبدرجة وعي المواطن فيما يتعلق بمواجهة هذا الفيروس إذا ما سننا عن التزام المواطن في المحافظة كيف هو هذا الالتزام؟ هذا من جهة من جهة أخرى أين تركزت الإصابات في محافظة بابل؟ هل في المركز في الحلة؟ أم بالأقضية والنواحي؟ ماذا عن الطاقة الاستيعابية؟ كان هناك حديث لفتح الأقسام الداخلية التابعة لجامعة بابل فتحها وجعلها مركز لاستقبال المصابين بكورونا أيضا؟ نعم نعم التزام المواطن حقيقة نسبة بإجراءات السلامة والوقاية هناك منهم على حذر عالي ودرجة عالية من الخوف من الإصابة لذلك اليوم المواطنين منهم من يخاف منهم من لا يبالي بالموضوع حقيقة وأكثر هذه الحالات التي لا تبالي هي موجودة في أقضية ونواحي المحافظة حقيقة المركز أكثر الالتزام من تلك المناطق ما زالت أقضية ونواحي محافظة بابل تمارس ذات الطقوس في أفراحها وفي الوفيات والتعازي لا زالت مكتظة لا زالت هناك ازدحامات لا زالت هناك عدم التزام هذا من جهة من جهة أخرى الطاقة الاستيعابية للمؤسسة الصحية رغم أنه أوجدت في مناطق شمال بابل مراكز وبائية أوجدت أيضا في جنوب المحافظة وفي مركز المحافظة ما تفضلت بحضرتك لأقسام الداخلية لكن هذه كلها لا تستوعب عدد الإصابات الموجودة في المحافظة قبل قليل أبلغني مدير الإعلام في قيادة شرطة محافظة بابل أنه حاليا الآن لربما خرجت التظاهرات إلى مستشفى مرجان المركز الوباء الكبير في المحافظة اعتراضا على الوضع الوبائي الذي شهدته المحافظة والتي بحسب الرئيس صحة بابل ربما يخرج عن السيطرة هذا آخر تصريح لرئيس صحة بابل قبل تقريبا ساعة لقناة العراقية مراسلة العراقية الإخبارية إيمان محمد كنت معي عبر الهواء مباشرة من بابل أشكرك شكرا جزيلا شهدت شوارع مدينة البصرة خلوا تاما من المرة خلال أيام عيد الأضحى التزاما بقرارات خلية الأزمة بتطبيق الحظر الوقائي للحد من انتشار فيروس كورونا والاكتفاء بالمعايدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هكذا بدت شوارع البصرة في مشهد والأول من نوعه لأيام عيد الأضحى حيث التزام المواطنين بإجراءة الحظر المفروض على حركة العجلات للوقاية من الإصابات عيشة صعبة صحيح بس واحد يتحمل لأجل السلامة وسلامة عائلته يعني هو الشخص الواحد يدمر البيت كله يعني ليش حرام أخذ وقايتين الكمامة والكفوف والتزم بالحذر شوارع فارغة بس يشنها للأمان أو للأحسن اللي كؤلي والغيري زين على مودي أهم ما سير مخالطة أو تكثر الإصابات الحكومة المحلية في البصرة وجهت المواطنين بأهمية الالتزام بإجراءات الحظر حفاظا على سلامتهم وأكدت استمرار الحظر التام حتى نهاية عيد الأضحى إصدار قارات حظر التجوال الفكرة هو عز المجتمع عن المصابين والمصابين يتم معالجتهم أما المجتمع فيبقى بعيد عن الإصابة لكن ما يحصل لدينا في الوقت الحظر هو أنه نتيجة لعدم التزام المواطنين بإجراءات فرض الحظر لذلك كثرت الإصابات في الوقت الحظر فلجأت خلية الأزمة برأس المحافظ إلى أن يكون أو تكون أيام عيد كلها أيام حظر تام وشديد وكامل بغية السيطرة على الموقف استبدال الرسائل النصية في تبادل التهاني بدل عن تزاور والتباعد الاجتماعي هي أهم الوسائل الوقائية التي تجنبك الإصابة بالفيروس وكل عام والشعب العراقي في مأمن من كل مكروه هو العيد الأول من نوعه بشوارع تبدو كأنها مهجورة من أجل صحة وسلامة المواطنين من انتقال العدوى للجميع علي عبدالعزيز العراقية الإخبارية البصرة أرجعت وزارة الصحة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتعليمات التي شددت عليها منظمة الصحة العالمية وذكرت الوزارة في بيان أن فرقها لاحظت أن المواطنين غير مكترثين بالتعليمات الصادرة منها ما ينذر بزيادة عدد الإصابات داعية نجهات المعنية وخلية الأزمة إلى القيام بدورها وتجديد الإجراءات للحد من تفشي الوباء نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة الديوانية بادر المجلس الاقتصاد العراقي بحملة الشفاء الوطنية لتوزيع استوانات غاز الأكسجين على كافة المؤسسات الصحية في المحافظات الجنوبية في خضم الزيادة الكبيرة بعدد الإصابات بفيروس كوفيد ناينتين في محافظة الديوانية حيث وصل العدد أكثر من خمسة آلاف مصابا مما تسبب في النقص الكبير بمادة الأكسجين أحيانا ورغم الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية الحقيقة هذه الوجبة من قنان الأكسجين تساهم في رفع المعاناة المرضى وخصوصا أنه في هذه الجائحة هو الاحتياج للأكسجين بالدرجة الأولى فبالتالي أن هذه المبادرة مبادرة طيبة ونتأمل أنه من جميع الجهات الأخرى مساهمة لدعم مؤسساتنا الصحية لمواجهة هذه الجائحة مبادرات خيرية بتوفير الأكسجين وأستواناته من قبل المواطنين والمنظمات غير الحكومية وبعض الدوائر الرسمية الأخرى أعطت تأثيرا إيجابيا كبيرا في دعم ومساندة الكوادر الطبية على معالجة المصابين وتحقيق نسبة كبيرة من الشفاء تم انطلاق مبادرة المجلس الاقتصادي العراقي لتوزيع قناني الأوكسجين إلى شعبنا الحبيب في الديوانية قناني الأوكسجين الطبية ولذلك للمساهمة لحد تفشي مرض الكورونا الوبائي عدد القناني 4000 قنينة دخلت للعراق على جميع المحافظات كل محافظة لها حصة وحصة الديوانية 200 قنينة وإن شاء الله محافظة وحافظة وكل حصة لها حسب التساوي أن تضافر جميع الجهود ومديد العون للجيش الأبيض في هذه المرحلة العصيبة من شأنه تعزيز المواجهة الحاسمة ضد كورونا والعبور إلى ظفة السلامة والأمان نحن بحاجة إلى تكاتف الجميع وأن يقف الجميع يد واحدة لمواجهة هذه الجائحة التي تكتنف العراق والعالم ككل ولكن باعتبار العراق أمكانياته ضعيفة وفي ظروف استثنائية يعيش وأزمة اقتصادية إذا لم نضع يد بيد لن نمضي قدما باتجاه الخلاص من هذا الوباء من الديوانية فرحان مراد قناة العراقية الأخبارية في مبادرة إنسانية ربما لم تكن هي الأولى في محافظة المثنى بادرت مجموعة من الأطباء والممرضين في المحافظة بتقديم الخدمات الطبية لمرضى كورونا وهم في منازلهم المستشفى في بيتك مبادرة نوعية أطلقها مجموعة من المرضى والأطباء في محافظة المثنى تهدف وصول الكوادر الطبية لعلاج المصابين بكورونا داخل منازلهم والخضوع إلى استشارة طبية دون الحاجة للحضور إلى المستشفى انطلقت الفكرة أنه بدأ بما نسميه الحجر المنزلي يعني أكو بعض الإصابات أنه ما تحتاج مثلا دخول للمستشفى أو بعض المصابين أصلا هم يرفضون الدخول للمستشفى أو غير هاي من هاي الأمور برغم أنه أعداد الأعداد الكبيرة التي حصلت عندنا بالمستشفى المبادرة لاقت استحسان الكثير وعكست إنسانية الكوادر التمريضية والطبية ودورهم في تطوع بمساعدة المرضى وأفراد المجتمع من خلال نشر أرقام هواتفهم على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي والله المبادرة تخدم أصحاب المرض الحاملين للمرض اللي هم حجر منزلي تحتاجون رعاية طبية أو تمريضية أعطاء علاج أعطاء خبرات أعطاء معلومات جوابهم على الأسئلة من خلال التليفون أو الذهاب إلى منازلهم هاي المبادرة يعني كانت إنقاذ أرواح الناس لأن أكو ناس هواي ما تقدر تروح للمستشفى أو تروح تدخل بالحجر خوفا من هذا الأمور صارت يعني رعوا بعد الناس فالشباب بارك الله بهم سووا هذه المبادرة لإنقاذ الناس في بيوتهم والحمد لله وشكري يعني احنا جربنا هاي المبادرة واتصلنا بيهم وما قصروا يعني كانوا يجوننا من أول بداية الإصابة في ظل التحديات الراهنة وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وعدم سعة المستشفيات فإن الكوادر الطبية الدور الأكبر في مبادراتهم من أجل ضمان الحفاظ على سلامتهم وتقديم الرعاية الصحية المستشفى في بيتك من المبادرات النوعية التي أطلقها مجموعة من الكوادر التمريضية والأطباء والتي تهدف لتقديم الخدمات والرعاية الصحية كإجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس كورونا للعراقية الإخبارية علي كريم المثنى مع دخول العلاج الروسي ضمن البروتوكولات العلاجية في العراق تشهد مستشفيات الحجر الصحي للمرضى المصابين بفيروس كورونا ارتفاع واضحا بنسب المتشافين إضافة إلى خلق وفرة من بلازمة الدم المستخدمة بعلاج الوباء تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير دخول العلاج الروسي في المستشفيات العراقية أدى إلى زيادة في أعداد المتشافين ونقص في أعداد الوفيات مدير مستشفاء ابن الخطيب أكد أن العلاج سجل ارتفاعا في التنفس إلى 90% عند المصابين وهذه نسبة تعد جيدة جدا يتوفر في مركزنا ومنذ أكثر من شهر تقريبا العلاج الروسي والأكتامرا والكالترا والأفيافير اللي هو العلاج الروسي بجرع مختلفة والحمد لله وبكميات جيدة جدا وتم استخدامه على مرضان وخصوصا مرضى لنعاش الحالات الحرجة وحصلت استجابة جيدة جدا حيث ارتفعت عندنا نسب الشفاء من 61 إلى 72 ما يقارب 72 وهي نسبة جيدة جدا وقلت عندنا نسب الوفيات من 1.8 إلى 1.1 نسبة المتشافين من جائحة كورونا المتزايدة كل يوم وفرت نسبة عالية من البلازمة التي تدخل هي الأخرى في علاج المصابين بوباء العصر اليوم البلازمات اللي خارجة بس من المستشفى أنا تقريبا 450 بلازمة وحاولنا أن نوفر داخل الردهات كلش كثير من البلازمات دخلت البروتوكول العلاجي فهي جزء من العلاج تعتبر البلازمة اليوم تسوى طفرات عند المريض لأوكسجين والتي كان مثلا 70 اللي بلازمة تحاولت وصلها للتسعين العلاج الروسي والبلازمة لا تعطى للمصابين العراقين فحسب بل حتى للمصابين بجائحة كورونا من العربي والأجانب الذين أكدوا أن الخدمات الصحية في العراق لا تقلوا عن نظيراتها من مستشفيات الدول الأخرى والله مستشفيات كلش زيني وعكيل ودواء والدكتور كل سايدي سهليات زين شاكو ماكو وطاق دواء كلش زين حبابين حالة حالة إنسان حالة حالة إراكين لا فرق بانغالي لا فرق پاكستاني لا فرق إراكي نفسه إنسان يعني يعني مو كلم تلفزيون وإعلام لا حقيقة اهتمام فوق الوصف اهتمام بالعلاج كل يوم بنفس الوقت تيجي علاقة بها اسمي بها كل العلاجات العناية المركزة بالمصابين والمتابعة المستمرة لحالتهم الصحية وإعطاء العلاجات المناسبة كلها عوامل ساهمت بارتفاع نسب الشفاء ثامر الشمري العراقية الإقبارية بغداد سجلت وزارة الصحة التونسية خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية وفاة واحدة وسبع عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا ست عشرة منها محلية وإصابة واحدة وافدة وهوضحت الوزارة أن أجمال حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى الف وخمسمائة واثنتين وخمسين حالة مؤكدة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى احدى وخمسين بتجيل حالة الوفاة الأخيرة أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل خمسة واربعين ألفا وثلاثمائة واثنتين وتسعين إصابة وأكثر من ألف حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير لتتجاوز حصيلة المصابين عتبة المليونين وسبعمائة ألف شخص وسجلت البرازيل في الأيام الأخيرة تراجعا طفيفا للمعدلات اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا لكن الإصابات الجديدة لا تزال بعشرات الآلاف والوفيات فوق ألف حالة كل يوم قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حكومته تعاقدت مع شركتي أدوية بارزتين لأجل الحصول على مئة مليون جرعة من لقاح يقضع للتجريب في الوقت الحالي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ويأتي الاتفاق حول شحنات اللقاح فيما توقعت أكبر هيئة صحية في الولايات المتحدة أن تشهد البلاد ارتفاعا في الوفيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة وبموجب الاتفاق ستدفع الولايات المتحدة ما قدره ملياران ومئة مليون دولار لكل شركة الدواء الفرنسية سانوفي وشركة الدواء البريطانية العملاقة جلاسكوس ميث كلاين بعد تسجيل ستمائة واحدة وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالي حالة الطوارئ وفرضت الحكومة المحلية حظرا ليليا للتجوال كجزء من أقصى القيود المفروضة على حركة الناس حتى الآن لاحتواء الفيروس وقال رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز إن القيود الجديدة ستبقى سارية المفعول لمدة ستة أسابيع رغم كل الظروف والتحديات نجح مزارع بابل في تحقيق إنتاج وفير من محصول العنب لهذا الموسم حيث بلغت كمية الانتاج حوالي سبعة وستين ألف طن من العنب هذا العم يتصدرون محافظات الوسط والجنوب كما ونوعا مزارع العنب في بابل للموسم الثالث على التوالي يحققون وفرة في إنتاج المحصول ويسوقون الفائض إلى المحافظات المجاورة وبإسعار زهيدة تنافسية اشتهر مناطقنا بزراعة العنب عن أب عن جد عن أب من قديم الزمان واختصاصنا الأول هو العنب ناتج محافظة بابل اللي انصدره إلى بقية محافظات العراق الناتج وفير بس الأسعار رخيصة بسبب جاحة كورونا وكثرة المنتج انتاجه وفير يعني الدونم يتراوح انتاجه من سبعة إلى عشرة طن أو خير منها الله العنب نداريه بالسماد حيواني وكيمياوي والعناب أنواع الفرنسي والحلواني والسعر يتغير من السعر إلى آخر وطورناه طورنا العنب من حلواني وديس العنس والشدة حسنا الشدة أنواع صرت شدة تركي وشدة فرنسي أضافة إلى بقية الأنواع مدير زراعة بابل أشار إلى أن التمييز المحافظة في انتاج العنب كان بسبب حرصهم وتضافر الجهود المشتركة بينهم وبين الفلاح لا سيما في توفير المبيدات والأسمداء انتاج العنب بالكميات والأسعار المتيسرة اليوم المواطن ما يعاني عنده شراء العنب بأسعار زهيدة جدا هذا ما أجى من فراغ هذا أجى من تضافر جهود إلى موظفي مديري زراعة بابل أجى بعض خدمات بعض الزيادة زراعية قوية أسمده مبيدات أسمده بنوعها الداب والمركب وبأسعار مدعومة أيضا وكذلك المبيدات متوفرة إلى الفلاحين حال وصولة إلى الشعب الزراعي ضمن منطقة عملهم يجهزون باحتياجاتهم أكثر من 67 ألف طن من محصول العنب في بابل لهذا الموسم وفرة في المحصول مكنت من تحقيقها خصوبة الأرض وحرص الفلاح على منافسة المستورد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للعائلة العراقية من بابل إيمان محمد العراقية الأخبارية انخفاض مخزون المياه الستراتيجية الجوفية في منطقة بادية النجف الأشرف نتيجة استنزافه في مشاريع بحيرات الثروة السماكية والتي تسببت مؤخرا بثيضان بحر النجف والقرى المجاورة له خلال الأشهر الماضية الخزين الاستراتيجي من المياه الجوفية في العراق بدأ بالانخفاض مؤخرا بعد استنزافه في مشاريع بحيرات الثروة السماكية في منطقة بادية النجف والتي تعتمد على تقنية الآبار مئات الآبار تم تحكيمها من قبل فرق وزارة الموارد المائية والوزارات الساندة لها من أجل الحفاظ على هذه الثروة الوطنية تصريف المستمر يؤثر على الخزين استراتيجي اللي يعتبره خزين حيوي للبلد نحتاج الرجوع عليه في حال استنزاف مواردنا المائية الصفحية اللي واردة من الدجل والفرات وكذلك تسبب هذه المياه إلى انغمار بعض المساحات الزراعية والبساتين مجاورة لبحر النجف استخدام جائر كان للمياه الجوفية في بعض المشاريع وخاصة لمخصصة لتربية الأسماك عملنا كان بعدة محاور المحور الأول هو مراقبة الأجهزة الأهلية اللي تعمل بتجاوزا بالتنسيق مع الحكومة المحلية منع حركتها بالسيطرات وإقامة دعاوي قضائية وصل عدد الدعاوي القضائية إلى عشر دعاوي هذا وتسببت كميات المياه الفائضة من بحيرات الأسماك بفيضان بحر النجف في الأشهر الماضية مما أدى إلى غرق بعض القرى المجاورة له العبار المتدفقة أصبحت شغل شاغل وخطر حقيقي على قرى بحر النجف على المزارعين على السكان على المؤسسات الحكومية على الناحية التي استعدتت مؤخرا تم تحكيم أكثر من 45 بير ارتوازم التدفق كذلك كانت هناك حملات لردم العبار غير مجازة بالحقيقة ندعو ونطلب من الأخوة المعنيين خصوصا بالعبار أن تكون هناك تقارير كما اتفقنا مع الوزارة أن تقارير دورية مؤشرة نسبة إنجاز الردم وتحكيم العبار البقية وتعد المياه الجوفية في العراق خزينا استراتيجيا يمكن الاستفادة منه في أوقات الضرورة وشحة مياه نهري دجلة والفرات تظاهر عدد من خريجي كلية الهندسة أمام مبنى محافظة كاركوك مطالبين الجهات المعنية بتوفير فرص عمل لهم في المؤسسات الحكومية بعد مرور عدة سنوات على تخرجهم إنها ليست الأولى أو الثانية إنها المرة الخامسة عشرة التي يتظاهر فيها خريجي الهندسة في محافظة كاركوك مطالبين بالتعيين في الدوائر الحكومية أو على نظام العقود هذه المرة تظاهرتهم تحولت إلى اعتصام أمام مبنى المحافظة للنظر في مطالبهم والتي عرضوها أمام جميع الجهات المعنية المسؤولة نحن مجموعة من المهندسين والمهندسات المعتصمين في محافظة كاركوك صار أنه ويا اليوم قرابة سنة قرابة سنة بالأسبوع نطلع اعتصامين ثلاثة شفنا ماكو جدوة نحن قررنا اليوم أنه نترك العيد ونترك أهلنا ونترك بيوتنا نطلع هنا نعتصم منبات سوينا هالمكان هاي الخيمر اللي راح ننصبها هسه مكاننا وبيتنا حتى نطالبوا بحقنا أخواننا اللي هما بالوسط والجنوب فوق الخمسمائة درجة وظيفية بالتعيين على مصافي النفط يعني أنا أريد أسأل ليش ليش يعني هناك مثلاً إذا ولاك الجماعة عادهم موازنة وإحنا على غير موازنة ممكننا بموازنة العراق توفير الأرضية المناسبة لعمل القطاع الخاص وجلب الشركات العالمية كان أيضاً مطلباً مهماً لمتظاهري خريجي الهندسة والذين دعوا الحكومة بالاهتمام بهذه الشريحة المهمة أنا راح أطالبك يا سيادة رئيس الوزراء أطالبك بوقفة جادة إذا أنت فعلاً تقول أنا أريد أرتق بالعراق وإحنا ما عدنا شك بهذا الشي لازم تلتفت للمهندسين لأن كل البلدان اللي ازدهرت وكل البلدان اللي تقدمت تقدمت بسواعد المهندسين إحنا مهندسين صارنا 16 سنة تخرجنا ناهيك عن صعوبة الدراسة بالكلية ناهيك عن صعوبة الظروف اللي مرنا بها ناهيك عن كل هذا أنه نجي نشوف دلاجات وظيفية شاغرة موجودة بالشركة وإحنا ما نطالب بها هذا شيء مستحيل إحنا نقدر له لأن هذا تعبنا وكل ديروح ودى تنباع إحنا ما نسمح أصنب هذا الفساد اللي ديصير بالبلد إحنا عدنا القطاع الخاص هلك القطاع الخاص لو زين هذا ما يدور تعين خلينا نكون صريحين يعني مو بس ندور تعين خلينا نحشي اللي علين لو شوية يساعدون القطاع الخاص أكون منظمات حلوة أكون شركات قوية أهلية تفيد تنتج وإحنا نشتغل بهذه الشركات ما نريد التعين منذ نهاية عام 2019 وشريحة خريجي الهندسة يتظاهرون في كاركوك وما زالوا مطالبين جهات المعنية بقطف ثمار دراستهم وخدمة العراق رود ينور العراقية الإخبارية كاركوك وحول هذا الموضوع ينضم معنا مباشرة من كاركوك المهندس سيف فاضل ممثل المتظاهرين في المحافظة سيف بداية مساء الخير يعني أول سؤال هو هل هذه المظاهرة الأولى لكم وإن لم تكن الأولى فبماذا تختلف عن سابقاتها هذا من جهة أخرى كم مضى عليكم من الوقت وأنتم تتظاهرون هل التقيتم بالحكومة المحلية هل استمعوا إلى مطالبكم هل حملوها على محمل الجد مثلا تفضل عزيزي أستاذ بداية أحب أتوجه بالشكر لقناتكم الموقرة لتخطيتها اعتصاماتنا ولاهتمامها بقضية المهندسين المعتصمين في محافظة كاركوك أستاذ احنا اعتصامنا هذا كما ذكر الأخ المراسل احنا اعتصامنا هذا الاعتصام رقم 15 احنا مع تصمين من يوم 24-12-2019 يعني رح يصيرنا قرابة السنة أستاذ احنا متحملين حر الصيف ومتحملين برد الشتاء ومتحملين جائحة كورونا لحد الآن احنا اي استجابة اننا ماكو أبد ماكو يعني حاليا نجد كتب دات الرفع من السيد محافظة كاركوك مشكور ده يرفع الكتب لمحافظة بغداد لكن مدى يجينا الرد الرد وين احنا هذا اللي نريد نعرفه زي الكتاب اللي يندز من محافظة كاركوك غير يجي رد احنا نطالب السيد وزير النفط بالموافقة على كتابنا المرقم 91114 المرسل من قبل شركة نفط الشمال في 15-6-2020 نطالب بالموافقة على هذا الكتاب اسوة بالمتظاهرين من محافظات ديقار ومحافظة الباصرة سيف عذرا للمقاطعة شنو مضمون هذا الكتاب يعني هذا الكتاب يضمن لكم توفير درجات وظيفية مثلا نعم 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 استاذ شركة نفط الشمال ابدت بطلب حاجة لخدماتنا قالت احنا محتاجين خدمات جميع المهندسين المعتصمين لسد النقص اللي صار عندهم تدري بهالقانون الجديد هواية تطلع وتقاعد يعني بالفترة الاخيرة فاحنا راح احنا الشركة محتاجة خدماتنا ودزة كتاب للسيد الوزير طالبة بهالشيه طالبة بالموافقة لكن احنا لحد الان ما عندنا اي موافقات من الوزير ولا اكو اي ردود نعم طيب سيف فيما يتعلق بمظاهراتكم انتم خرجوا كلية الهندسة هل هناك اختصاص محدد في هذه التظاهرات ام يشمل جميع الخرجي من كلية الهندسة باختصاصاتها مثلا هندسة نفط ومواد وهندسة كهرباء وميكانيك وما الى ذلك استاذ احنا اعتصامنا يشمل جميع الاختصاصات الهندسية كافة الاختصاصات الهندسية موجودة وكافة من كافة السنوات يعني انا عندي زملائي متخرج بال2007 او متخرج بال2006 واكو متخرج في نفس الوقت اكو متخرج 2018 وكلهم كافة الاختصاصات الهندسية استاذ احنا نطالب من الدولة الاهتمام بالقطاع الخاص يعني لو الدولة مهتمة بالقطاع الخاص وبيه ضمان اجتماعي ما تصر هذه الكارثة لان بصراحة اعداد المهندسين باتت بتزايد تصير كارثة سنة وراء سنة المهندسين دا يتخرجون والبطالة دا تزداد لو اكو اهتمام بالقطاع الخاص وتجيز شركات الاستثمارية وتستغل الطاقات الهندسية ما رح يصر هذا التراهل الموجود هسا حاليا اكو تراهل لان المهندسين اعدادهم فضيعة كلش اعدادهم شبيرة يعني انتم تتظاهرون سيف سيف انتم تتظاهرون يعني ليس فقط من اجل توفير فرصة وظيفية داخل الدولة وانما تدعون ايضا على الاقل اهتمام بالقطاع الخاص واجات فرص عمل لكم بهذا القطاع مع وجود الضمان الصحي او الضمان الاجتماعي استاذ نعم نعم انا انا اياكب هذه الفقرة بس حاليا بالوقت الحالي ما اكو هذا الشي يعني ما اكو ضمان اجتماعي ولا اكو استثمارات فلذلك يعني انا سبق وذكرت لك يعني كل معتصم صار لعشر وخمسة عشر سنة زيان شو وقت قد ينتظر بعد عشر سنين بعد عشرين سنة بعد لذلك المعتصمين هسا حاليا مركزين مطلبهم على التعيين فقط نعم فقط احنا التعيين لان بصراحة احنا مرارا وتكرارا ناشدنا وردنا قلنا اهتموا بالقطاع الخاص اهتموا بالضمان الاجتماعي للمهندس بس مع الاسف ما اكو اي استجابة ولا اكو اي تحرك من الدولة باتجاه المهندسين المهندس سيف فاضل ممثل المتظاهرين في محافظة كاركو كنت معي عبر الهوام باشرة اشكرك شكرا جزيلا اعلنت بريطانيا دعمها لاستيناف المفاوضات الثلاثية بين مصر واثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه اديس ابابا على الرافد الرئيس لنهر النيل وكالة الانباء الاثيوبية ذكرت ان وكيل وزارة الخارجية البريطانية لافريقيا جيمس دودريج رحب بالمفاوضات في ختام زيارته العاصمة الاثيوبية والتي استمرت ثلاثة ايام داعيا الدول الثلاث الى مواصلة مناقشتها لحل النزاع حول السد وفقا لمصالح الاتحاد الافريقي وعلى صعيد ذي صلة ذكرت وسائل واعلام سودانية ان وفدا من الخرطوم سيزور سد النهضة في اثيوبيا للوقوف على تداعيات قرار اثيوبيا المتعلق بملء السد ويأتي ذلك في وقت اعلنت فيه مصر بدورها تمسكها بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن رفض اي اجراءات احادية تمظيفها اديس ابابة مطالبة اثيوبيا بضرورة الاتزام ببادئ القالون الدولي بعد تعثر المفاوضات خلال الجولات السابقة مع عدم التوصل الى نتيجة مرضية للدول الثلاث من المقرر ان تستأنفى مباحثات سد النهضة الاثيوبي يوم غد بوساطة من الاتحاد الافريقي وتؤكد مصر والسودان اهمية التوصل الى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد لا تزال النقاط الخلافية بين الدول الثلاث تعيق التوصل الى اتفاق مرض لجميع الاطراف حيث اشارت مصادر اعلامية الى ان ابرز تلك النقاط تتعلق بعملية تشغيل وملء السد فترة الجفاف الممتد وقلة الامطار حيث قدمت اثيوبيا مقترحا لحجز المياه بما قدره اربعة وسبعين مليار متر مكعب على مدى سبع سنوات اذا كانت مطيرة اما ان كانت فترة جفاف او جفاف ممتد او قلة امطار فتقترح حجز المياه على مراحل حتى لا تلحق الضرر بدول المصب القاهرة من جانبها رفضت المقترح الاثيوبي وتمسكت بحصة مياهها في النيل بموجب اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان وسط تلك التطورات تخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل في حين تقول اديس ابابا انها لا تستهدف الاضرار بمصالح مصر والسودان وان الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية البلاد قال قائد الجيش الوطن الليبي المشير خليفة حفتر ان الليبيين لم يروا من الاتراك الا الشر متعاهدا بتلقين درس لمن وصفهم بالغزاة والمرتزقة وقال حفتر ان الاتراك الذين بقوا في ليبيا اكثر من ثلاثمائة عام لم يرى الليبيون منهم الا الشر والعبث والقتل والنحب وتعاهد حفتر بتلقين درس للغزاة مشيرا الى ان المجموعات المرتزقة لا وطن لهم في ليبيا من جهته بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو الازمة الليبية ومساعي الرباط لاجاد حل لها وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي الازمة الليبية ومساعي ايجاد حل لها فيما اكد المسؤول المغربي تمسك بلاده باتفاق الصخيرات لمعالجة النزاع الليبي تفشي فيروس كورونا بارقام تصعودية في اوروبا لاسيما فرنسا اثر سلبا على الاقتصاد في منطقة اليورا باريس ربما كانت اكثر المتضررين اقتصادية في ظل استمرار الاجراءات الخاصة بازمة كورونا انكمش الاقتصاد الفرنسي بواترة قياسية لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية اذ انهار الاستهلاك والاستثمار والتجارة وقال المحد الوطني للحصائي والدراسات الاقتصادية انه لم يسجل منذ بدء قياس النشاط الاقتصادي الفرنسي الربعي انهيارا كهذا ويعد الانكماش هو ثاني اكبر اقتصاد بمنطقة اليورو يفوق المعدل البالغ اكثر من 10% الذي سجلته المانيا حيث سيطرت السلطات على ارتفاع في معدل الوفيات بكورونا ولم تضطر لفرض اجراءة عزل عام صارمة مثل ما حدث في فرنسا وتوقع المحد انكماشا بنسبة 17% في وقت سابق من الشهر الجاري واظهرت بيانات ان انفاق الاسر تراجع 11% هذا ولا زالت الحكومة الفرنسية تؤكد ان المعركة ضد فيروس كورونا ستكون طويلة داعية مواطنها الى الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي ختم هذه النشرة تفكير بعنوينها اعتقال الفاعلين الرئيسين في فيديو تعذيب الصبي والداخلية تؤكد ملاحقتها لالقاء القبض على المتورطين الاخرين تسجيل 2611 حالة الشفاء ضمن الموقف الوباء ورصافة تشخص اعلى نسمة الشفاء منذ ظهور الوباء برعاية جنوب افريقيا مصر والسودان واثيوبيا يستعدون لجولة مرتقبة حول سد النهضة اشكر لكم كرم المتابعة دمتوكي امان الله اشتركوا في القناة